اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أمتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بعبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لآمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها وعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أماتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بإبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لأمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخسلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أماتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بعبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقون اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لآمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها وعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أماتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بعبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لأمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أماتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بإبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لآمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيز التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أمتك إحتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم يم من كتابها اللهم يم من كتابها اللهم يم من كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بعبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لآمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها وعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أماتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بعبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لأمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها وعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أمتك إحتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يم من كتابها اللهم يم من كتابها اللهم يم من كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بإبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم اخفر لآمتك وارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واخفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اخفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واخصلها بالماء والتلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت التوبة الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأمتانا اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها اللهم إن أمتك ابنة أمتك ابنة عبدك في دمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أمتك وابنة أماتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كانت محسنة فزدها في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم تقبل توبتها اللهم تقبل توبتها واخسل حوبتها واخسل حوبتها وثبت حجتها اللهم ثبتها بالقول الثابت يا رب العالمين اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها رودة من رياض الجنة اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم إنا ندعوك أن تكون قد توفيتها من المسلمين اللهم ألحقها بإبادك الصالحين واجعلها من ورطة جنة النعيم ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرها في زمرة المتقين في زمرة إياك نعبد وإياك نستعين وأسكنها الجنة وأسكنها الجنة في جوار سيد المرسلين عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعلها في قبرها من الآمنين وفي الآخرة من الفائسين وفي جناتك جنات النعيم من الساكنين وإلى وجهك الكريم من الناظرين وإلى وجهك الكريم من الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين